ممثل، مغني، منتج، ومقدم برامج كتب عنه حوالي سبع كتب ولقب بالأسطورة ونجم الألفية بينما يصدق أن هذه الأسطورة واجهت الكثير من الرفض والإخفاقات ببدايته لدرجة أن أحد كبار المخرجين بالهند قال بالحرف أن هذا الشاب الطويل لن يصل إلى أي مكان وما هي الصدفة؟ أنه يكون معنا اسمه أميتاب هو المتقلق بلا حدود بإصراره، كفاحه، وتمسكه بأحلامه قدر يوصل لقلوب الملايين تم تصنيفه من أعظم الممثلين في تاريخ السينما وأكثرهم تأثير في بدايته كان يوصف نفسه بالخجول والمرتبك ومسيرته بداها بالتعليق الصوتي وبأدوار سينمائية ثانوية عام 1973 انطلق أميتاب باتشان إلى النجومية من خلال دوره الرئيسي في فيلم زالجيو اللي خلى الجمهور والنقاد يسمونه بالشاب بالغرب بعدها توالت الأعمال السينمائية للنجم المعروف بشاهن شاه بوليون أو ملك منوك بوليون وقدم على نحو خمس عقود أكثر من 180 فيلم هم أعمال ألهمت الكثير من الأجيال في الهند والعالم فليتفضل معالي لتسليم جائزة الإنجاز مدى الحياة فليتفضل معالي لتسليم جائزة الإنجاز مدى الحياة وجاء المعروف نظر اميتاب باتشان ترجمة نانسي قنقر 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 أريد أن أعطيكي بأن أعطيكي بأن أعطيكي بأن أعطيكي بأن أعطيكي بأن أعطيكي إنه لديه ممتازن لديه في سعودية شكرا للمشاهدة 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 ترجمة نانسي قنقر